موسيقى السلام عليكم شلونكم وش خباركم أقوم بفترة من أزمة كورونا الواحد يصير عنده وقت يقعد يفكر ويتشوف شنو اللي صار ويبتد يسأل وهذه ترى كله يزيد من الخبرة سواء عملية أو شخصية أنا ودي أشارككم في شيئين صاروا اللي أهم السيارات ومحلات التسويق خلنا نبتدي في السيارات يمكن شفتوا اللي صاير في السوق اللي هو زيادة في أسعار السيارات المستخدمة خلونا أقول لكم ليش اللي صايروا باختصار أنه في أزمة كورونا سكّوا المصانع العالمية وصار عندهم باك لوقوف أوردرز أوردرات القديمة يعني يبّلهم وقت ليما يخلصون الأوردرات القديمة عشان يوفّون الطلبات الحديثة أو طلباتكم اليديدة هذي خلّت طلب في السوق يفوق على العرض اللي هو العلاقة الاقتصادية العكسية يسمونها مثل ما تشوفون فنتج عن ذلك زيادة ملحوظة في أسعار السيارات المستخدمة وانتعاش في سوق أسعار السيارات المستخدمة الشيء الثاني هو محلات التسويق اللي أغلبكم تشافوا وتكلموا عنا لين قاعدتوا مع الشباب سمعنا اللي هي المحل سايك اللي هي المحل فتحنا على قناة الإلكترونية أو يبيع أونلاين هالأزمة علمتنا أن التسويق التقليدي والمحلات التقليدية ما عادت تلفع الكلمة ويمكن أي يوم ما يكون فيه إلا أونلاين شوفينج أو البيع عن طريق اللي هو السوشال ميديا التواصل الاجتماعي أنا أذكر في شركة في بريطانيا إذا ما خبضني اسمها أرغوس أرغوس ما تفعله؟ لأن الدش المحل لا تشوف جداما كلها كتلوج هاي الكتلوج هو اللي تتصفحها تختار منها اللي تابي ويقومون يطرشون لك الغرض بسباتش البيت أقب ما تختار هالشي يوفر وائد على أصحاب العمل بدل ما يكون عندك فوق تقدر تخلي فرع فرعين وكل فرع فيه موظفين عشان ياخذون الطلبات وتفتح المجال الطلب عبر النت عشان إذا فيه ناس يطلبوا عبر النت أو التواصل الاجتماعي يقدرون هاي الموظفين اللي انتحطهم يكلمونهم عشان يأكدون الطلب ويطرشونهم بسباتش على بيوتهم طبعاً كثرة سكت المحلات هالعيام بسبب أسمة كورونا اللي خلت التجار يفكرون والمحل اللي ما يدر لربح يسك أو يستغني عنه الأول كانوا المحلات الثانية تغطي عليك أو تديه الربح كفاية اللي يغطي خسارة المحل اللي هو خسرات فالتاجر ما عنده مشكلة انه يخلي المحل واجهه أو حق الناس اللي في المنطقة متعودين عليه لكن اليوم يوم التاجر قاعد وفكر شوف انه فيه خسارة وما قاعد يدرون له الربح اللي يغطي الخسارة فكر انه هو يسك المحلات اللي خفض التكلفة وهذي هو اللي أنا أشوفه القرار الصح نشوفكم على خير إن شاء الله فملا اشتركوا في القناة